اشتركوا في القناة وقد أعرب معالي الشيخ خالد بن حمد الخليفة أو قدم بإذن الله سبحانه وتعالى هذا أعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية عن الاعتزاز بالمسيرة التاريخية الطويلة من العلاقات الوثيقة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة والتي تسمت دائما بالاحترام والثقة المتبادلة والقيم المشتركة التي مدت هذه العلاقة بالقوة ومنحتها التطور والتقدم في المجالات كافة وأكد معالي وزير الخارجي أن اللقاء المرتقب بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة يعكس الإرادة الحقيقية والجادة في فتح المزيد من مجالات التعاون وإضافة أطر أوسع للتنسيق والتفاهم وتدشين مرحلة جديدة زاهرة في العلاقات بين الجانبين وتعزز الدور المحوري الذي يقوم به الجانبان على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانبه أشهد معالي سيد توبياس ألوود بما تحققه دول مجلس التعاون من تقدم وخاصة في مجالي التنمية الاقتصادية والبشرية وما تتسم به مجتمعتها من انفتاح وتواصل مع مختلف دول العالم وخلال الاجتماع تم التباحث حول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حافظهم الله مع دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة وتبادل وجهة النظر حول بعض المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك